لو اعتبرنا أن سيدنا أبو بكر الصديق أسلم في أول أو تاني يوم من الدعوة وأبوه أسلم في فتح مكة يعني الفرق 13 سنة في مكة وتمان سنين في المدينة واحد وعشرين سنة بيت سيدنا أبو بكر الصديق كان مسلم سيدة عائشة وسيدة أسماء وأم السيدة عائشة ستنة أم رومان وعبدالله بن أبي بكر البيت كله كان مسلم وده يفاهمك أنه أنت ممكن في رحلة حياتك يبقى عندك موقف زي ده عارف حاجة كده إيه ممكن تبقى منغصة عليك حد من حبيبك لم يهتدي وإنت إنسان صالح وبتدعيله كتير بس يفضل الموضوع ده تقيل على كتافك شوف سيدنا أبو بكر الصديق طول السنين دي كلها أكيد كان بيدعي الأبو بيتمنى إسلامه نفسه يفرح ويتطمن على أبوه قبل ما يموت أصلا خد بالك ده أبوه شاف النبي عليه الصلاة والسلام وعاش مع النبي وعاصر النبي وكله أسرته تقريباً مسلمة إلا الجد الكبير وييجي جبر الخاطر من ربنا سبحانه وتعالى بعد سنين طويلة جداً لسيدنا أبو بكر الصديق وانت لو جبر خطرك اتأخر في شيء في هداية حد بالذات يمكن كتير من الآباء والأمهات بيعانوا مع عيالهم في الحتة دي وبعض الأولاد والبنات بيعانوا مع أهليهم في الحتة دي شوف إحسان ورحمة وطيبة قلب سيدنا أبو بكر مع أبوه يوم ما راح في فتح مكة وخده من إيديه وتمشى أنا دايماً بتخيله كده داخل على الكعبة والنبي قاعد في وسط الناس وهو نسموه إحنا أنجاجيه كده ماسك أبوه كده وماشي به كده وبيدخله على النبي والفرحة اللي جوه قلب سيدنا أبو بكر الصديق كل فرحة لها وقت ما بقولكش ما تستعجلش لأن أي حد فينا كبني قدم بيستعجل الفرحة وبتبقى هم في قلبه بس ثق في اختيارات ربنا ليه؟ لأن أنت تريد وأنا أريد والله فعال لما يريد سيدنا أبو بكر الصديق ليه رغبة أن أبو يسلم طبعاً حقه عايز أفرح واتطمن على بويا بس أبو سيدنا أبو بكر الصديق أبو قحافة ليه مع ربنا حال وربنا ليه معاه سبحانه وتعالى إرادة وقدر فأنا نفسي أني أبويا يسلم سيدنا أبو بكر الصديق بس ربنا ليه قدر في هذا الإنسان ففي حالة من السكينة عند سيدنا أبو بكر الصديق رغبة من جوه قلبه يا رب أبويا يموت على الإسلام والتوحيد ويسلم على إيد النبي وديه تبقى آخر بأيام حياته لكن في الآخر الله سبحانه وتعالى حكمته فوق العقول وحكمته سبحانه وتعالى واختياره خير لنا من اختيارنا نفسنا فيعيش الإنسان بالرضى والدعاء والسكينة وينتظر موعد جبر الخاطر اللي هو يقينا إن شاء الله هيحصل من ربنا بالكيفية التي يريد وفي الوقت الذي يريد